موسيقى نظم مركز البيئة الفلسطيني مخيماً صيفياً تحت عنوان خليك إيجابي مع مجموعة من طلاب مشروع Down to Earth 2 للإعلام البيئة في مركز الشهيد صلاح خلف وتضمن المخيم مجموعة من النشاطات والفعاليات داخل المركز Down to Earth أعطاني دفعة قوية كيف نقدر نحافظ على بيتنا ونرجعها بيئة كويسة ونظيفة لنقدر نتعايش معها كانت تجربة كويسة ومميزة ودفعتني للأمام موسيقى ومركز الشهيد صلاح خلف وبالأساس تم بنائه زمن الاتداب البريطاني كمركز عسكري ومن ثم تسلمه الأردنيون ثم بعد احتلال 67 تم تحويله إلى مركز اعتقال لأبناء الشعب الفلسطيني واليوم وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية أصبح السجن مركزا شبابيا تحت إدارة المجلس الأعلى للرياضة وشباب نحن طلاب مشروع التواصل البيئة مع مركز البيئة الفلسطيني نحن مشروع إعلام بيئة نحن من مدة سنة كنا نعمل مشاريع عن الإعلام البيئة وعن التوعية البيئية نجينا اليوم على سجن الفارعة لنضع لمسة فنية على جدران هذا المكان كان يوم من الأيام تجن الفلسطينيين وسط تلك الجداريات الماثلة في سجن الفارعة أراد طلاب الإعلام البيئي أن يضعوا بصمتهم من خلال رسم جداريات تحاكي المكان وتاريخه بالنسبة لهاي الرسم استخدرنا فيها مواد بسيطة مثل ما انتم شايفين الكروميكا كمنا بتكسيرها بعدين لزكناها كغصن فأكيد بما انو احنا في زنازين فاكمنا باستشعار هاي الرسمة من خلال الزنازين الموجودة رسمنا القطبان القطبان اللي فيها طبعا زي ما انتم شايفين القيد وهذا طبعا هو إطار الزنزانة بما انو احنا شعب فلسطيني كلنا منعرف شو يعني زنزانة وبالنسبة للشجرة هاي والغصن طبعا استوحينا انو فيه امل بعد وفيه حياة فيه شعاع شمس واكيد موعدنا حرية أبت تلك الزنازين ان تستجيب لظلم السجان فاصدرت صرفة واستجابها طلاب الاعلام البيئي لينيروا بلمساتهم الفنية ورسالتهم البيئية عدمت هذا المكان من مركز صلاح خلف اماني راضية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة